سيد نجم حقيقة الملف قبل ست شر أو سبع شر وصلي من وصلي الملف مو بهاي الكمية اللي الآن قاعدت توصلني ولا كم المعلومات اللي قاعدت توصلني جتني بعض الخروقات على هذا الملف من اتكلمت ببعض الخروقات على هذا الملف اشتغلت مافيات الفساد واشتغلت مافيات الفساد في الأحزاب ضد الصباح الكناني تعال يا صباح الكناني انت شنو تريده وشنو اللي ببالك يا نسوي لك يا حتى تعوف هذا الموضوع والسكرة زين اليوم انا من فتحت استاذ نجم ملف بعض الفاسدين والبارحة بالذات كان احد الفاسدين اللي فتحت قبل ايام ملفه بخصوصه باللي تعرف احنا طابع اشائري وطابع يعني تعرف وقت العراق انت عراق وتعرفه جابوا لي اول البارحة البارحة باللي الفاسد من الفاسدين جاني اللي بيت قال انا بري قلت له اذا بري انا اطلع امام الملأ واحتضر منك رسميا وشنو تريده قانونيا اشائريا انا بخدمتك نعم قلت له واحدة ثانية ثلاثة طلع هو قلت له ما جاوبني قلت له انت اكبر فاسد استاذ نجم هذا الملف جدا 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 خطير انت اليوم متواصل انا صار لي ايام ايام ما نايم ايام كنت في بيروت كنت مصافي الله يكفيكم الشر ويشافي الامة ان شاء الله ويحفظ العراق والعراقيين نوابا كورونا كنت مصابة كورونا في بيروت وطلعت بعد الشفاء بيوميا طلعت على قناة العراقية فالاخت عاليا صيف قال الشيخ صباح في بيروت ويتكلم ما يخاف وان بغداد فاخاف لا انا اليوم في بغداد ومن مقر القناة التغيير العراقية واعلن عن محاربتي لجميع الفاسدين في اي مؤسسة خش واي دائرة انا مستعد